بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنه لا سهل إلا ما جاءته سهل وتجعل حزن إذا شئت سهل وبعد فقد تحددت عن المفهوم الكل وأبرزت أنه أن نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه وبينت أن الاشتراك في الكل على درجتين إما أن يكون اشتراكا على سبيل التواطئ والمساواة وإما أن يكون على سبيل التشكيك والتفاوت في ذلك وأوضحت هذا بأدلته وأمثلته سابقة بقيا أتحدث الآن عن القضايا الكلية أو القضية الكلية وهذه القضية الكلية مهمة جدا وهي جوهر العلم نحن حينما نذهب لنتعلم نتعلم أشياء كلية فأي فيزياء شاب أو شابة يذهب إلى كلية العلوم فإنه يأخذ قواعد أن هذا المعدن يتمدد أن الحرارة مثلا لها درجات معينة في مستويات معينة أن الماء أن الزئبق إلى غير ذلك وكلما جرب إنسان مع طبعا بتوجيه أساتذته ينتهي في نهاية المطاف إلى أن يكون قاعدة في هذا الأمر وكل الذين يتعلمون علوما ما يكون الأطباء كذلك حينما يكونون في نطاق الدراسة وتدريب مع أساتذتهم فهم يخرجون إلى قواعد والذي ليس له قواعد في ذلك العلم لا يمكن أن يتقدم فيه ولا يمكن أن يبدأ فيه ولا أن يعيد فالقواعد الكلية هي جوهر العلم إذا توصلنا إليها فقد توصلنا إلى حقيقة العلم هذه القضايا الكلية التي بعد في أصول في المنطق سنرى إن كانت مصورة أو غير مصورة إذا كنا فيها كل إنسان خطى فهذه قضية مصورة بصور كلي في مقابل المصورة بصور جزء بعض الناس كذا ولكن قد لا تكون مسورة مسين ليس لها صور أصلا فأقول البشر خطأون الإنسان ينسى الإنسان كما ذكر الله تعالى عنه في آيات كثيرة يطغى إلى غير ذلك من الأشياء هذه أحكام كلية ميزتها أنها تنطأ أو صفتها أنها تنطبق على جزئيات جزئياتها التي تنتظمها وحينما نأخذ قائدة كلية ونعملها في جزئياتها يكون ذلك من باب حمل الكلي على جزئياته فمثلا إذا أخذتم في أحكامنا العامة مثلا أن الأصولية أن الأمر يفيد الوجوب أصلا أصالة دعنا من غير ذلك وأن النهي يفيد الحرمة أصالة هناك أحوال أخرى لا يفيد الحرمة ولا الوجوب هذا يدرس في باب أصول الفقه وتوسع فيه في ذلك المكان فإذا أخذنا بأن الأمر يفيد الوجوب أصالة وقرأنا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة قلنا أقيموا الصلاة أمر بإعمال القاعدة التي أن الأمر يفيد الوجوب قاعدة الكلية التي تفيد أن الأمر يفيد الوجوب ننتهي إلى أن الصلاة واجبة بهذا الطريق أي كأننا نسقط مفهوم الكل على جزء من أجزائه أسقطناه الآن على الصلاة النهي كذلك قلنا إنه يفيد الحرمة أصالة ثم وردنا مثالا وردنا لذينا قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا قلنا إن الناهية يفيد الحرمة أصالة أي من حيث الأسلوب دعنا من أدلة أخرى هؤلاء الذين يقولون مثلا الخمر ليست محرمة لماذا؟ لأنه لم يرد في القرآن آية تنص على التحريم هذا ليس هو منطق اللغة العربية ولا منطق القرآن ليس ضروريا أن لا يكفي أن يكون الأمر منهيا عنه لتقول إنه حرام بموجب القائدة بموجب هذه القائدة أن المنهي عنه أصالة هو محرم فإن خرج من التحريم إلى الكراهة فبداليل آخر ولكن إذا لم نجد هذا الدليل فإن قدر من الأصل هو أن المنهي عنه بابه أن يكون محرما ولكن الذين يقولون نشترطون لا تشترطون على الله لا تشترطون على الأسلوب القرآني أنت تتعلم لا لا هذا يقول أنا لا أؤمن بأن الخمر حرام حتى أجد في القرآن أن أنها محرمة هذا الاشترط هو الذي ننازعك فيه فكل ما ليس محرما أنت عندك يقول لي حالة لدينا ما غالش يبقى خاص الخمر هذا يخصي واحد عداد المحرمات نهينا عنها ولا تقربوا بمال اليتيم إذن مش محرم هذا نوع من الحديث الذي كان دائما يستند إلى جهل الناس بالدين وإذا كانت الخمر غير محرمة بدليل فقه كأنت ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد الناس هذا ظلم إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد جلد رسول الله وسلم جلد أبو بكرين في خمرين أربعين كما ورد ذلك وكان يجلد إذن هو شيء ليس محرما ومع ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم عاقب عليه مجرد العقوبة عليه أذي مؤشر دليل وما هي ثم إجماع الأمة أكبر من الخمر أنك تخرج عن الإجماع الخروج عن إجماع الأمة في علم من إجماع العلمة طبعا هو شدود وانفراد وغير مأدن به ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله هذا كثر من الخمر ما ورد في خروجه عن إجماع الأمة كثر من الخمر قل إنما حرم ربي يزيد الفواحشة ما ظهر منها وما بطن زيد ها والإثم وش يقولون في الخمرين يسألونك عن الخمرين والميسي يقول فيه ما ها ما جوش أية تلاقاهم تصبرنا إثم الإثم هنا اسمها إثم والهنان قالك حرام الإثم وإثم بغيت عادك تمام بغيت شرب وصف أنا غير أقول لكم كيف نناقش هؤلاء هذا أن هناك من يكتب فيه ويعترب أنه جاء بجديد وأنه مستانير ما عندك هالو ما تعرف هالو لك خارج الخط لأن كل الحجاج لا تساعدك ليس لك شيء إلا أنك اشترط أن يكون هذا محرما ونحن ليس عندنا في شريعتنا أن الشيء لا يحرم حتى يقول الله عنه ذلك أبدا نحن نتابع أسلوب القرآن في التحليل وفي التحريم وأن فهم خطاب الله تعالى كما فهمهم العلماء لا كما فهمهم الذين أرادوا أن يصلوا إلى النتائج فأصبحوا يطوعون النصوص لأهدافهم ولأغراضهم هؤلاء ليسوا من أهل الشريعي مطلقا دليل على هذا أن هذا لم يكون من كلام العلماء باش تعرفوا بلك إذا وجدتم شيء أن يقالوا به الآن خذوا هذا ولم تقل به الأمة عرفوا بأنه ليس سليما لماذا؟ منطقيا ليس سليما لأن لا نسترد أن مئات الآلاف يخطئون ويصيبوا شخص واحد ليس من أهلي لاختصاص مطلقا ميش حال عندك دي العلماء مروا مالك شافعي وكذا ملايين العلماء مروا واتبتوا وقرروا كلهم كانوا مخطئين مخطئين تجهد الإنسان واحد وليس من أهلي هذه هذا منطق مهتري بعيد هذا بعيد بعيد جدا أن يأتي يا شخص إلا إذا كان الإنسان لا يعرف ما يقول ولذلك تسمعون بعض المرات شيء كلمات من هذا القبيل وأنا سأقول لكم هذا غيرت لا تقول وإني لأتم بما الأوائل والأمة لا يمكن أن تتفق على ضلال أو على خطأ بهذا وكانت نتناقش وكان فيها أذكياء وعلماء ولم يكن أحد يسلم الأخر ومع ذلك فهذه اتفاقاتهم وإجماعاتهم على أساس أن هذا الأمر واجب أن هذا حرام ما كان المسلمين يصلوا إلى درجة أن يقول الواحد منهم بحلية الخمر أبدا لكانوا علماء على كل فالقاعدة كما قلت تنطبق على أفرادها بهذه الطريقة وتبقى هذه الكلية دائما هي المفيدة هذه الكليات هذه الكليات مفيدة جدا في اختصار المعرفة وفي ضبط المعرفة نحن ندرس كل علم من العلوم ونقرأ منه جزئيات جزئيات معينة جزئيات في الفقه جزئيات في الناح جزئيات ولكن حينما نصل درجة من الاستيعاب نتوق إلى شيء آخر إلى أن نقرأ الأحكام الجامعة القضايا الجامعة في الفقه أو في أي علم من العلوم نريد أن نصل إلى هذه الكليات هذه الكليات تختصر لنا المسافات وهي جامعة وهي ضابطة أن تقرأ الفقه جميل ولكن أن تلم بقواعد الفقه هذا أجمل قواعد الفقه واسعة جدا هناك قواعد متفق عليها وهناك قواعد فيها مثلا اختلاف ما بين مذهب ومذهب لكنك كانت تعرفها مثلا بالنسبة للفقه أنك الذمة إذا عمرت بيقين لا تبرأ إلا بيقين سهلا الذمة إذا كانت عامرة وعمرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين فمثلا هذا تأتي في أمثلة متعددة شخص كان يصلي ثم أخطأ ولم يدري أشكال علي المدري يصلى أربعا أو ثلاثا واشهو أربعا ولا ثلاثا فنقول له إن اليقين الذي أنت عليه هو ثلاثا فلذلك تصلي ثلاثا إلا إذا كنت إذا كان إنسان مستمكحا إذا كان مريضا حالة مرض دائما إذا قال أربعا ولا ثلاثا قل ثلاثا لأن هذا يقين ويبقى على اليقين ويلغي من دهنه فكرة الرابعة أو التانية أو التالتة كذلك يبقى ذلك من ما هو يقين كذلك إذا كان يطوف وأشكال عليه أو لم يعرف عدد الأشواط التي طفعها فيأخذ بما هو يقين أنا درت ثلاثة أو أربعة للأشواط دير ثلاثة وكمل لماذا؟ لأنك أنت مستيقن من ثلاثة وأنت لست مستيقنا من الرابعة وهذه الرابعة لا يمكن أن تحل محل اليقيني فأبقى على اليقينك إلا إذا كان لسا مريضا قلت هذه حالة أخرى حالة المرض ليس حالة الفقه وذلك المستنكح دائما يقول ثلاثة أو أربعة ابن على الأخ الأعلى لأنه مريض وحنيد وهذه اللحظة وأنتم كفقهاء يجب أن تأخذوا بهذا لأن هذا باب من أبواب الوسوسة وبعد المرة يأتيكم ناس خصوصا من الشباب يعتريهم الوسوس في الوضوء وفي الصلاة وفي كذا ويجيوه قصوا الشباب لبما لتشددهم أو كذا فيقول لك أنا راني ما نعرفش أنتو الضاو وكذا ويبدو لي بأن دائما قلوا زيد الأمام رجعش الوراء وذلك النبي السلام كان يعالج هذا كان نداق إذا كان الإنسان في بعض مرات يتوهم أنه أصاب ثوبه ببول مثلا وعلى دائما فلذلك يؤمر بأن يأخذ حفنة من ماء ويلقيها على ثوب حتى لا يرجل إنه إنسان ما يكون في يستنجي وكذا لاش كان شيئا من الماء ويصيب بدنه ويترك أثرا في الماء فهو يتصور أنه نجاس وليس ماء ولكن إذا دخل في هذه الدوامة لا يمكن يمكن أن النسان ليؤدي صلاة واحدة يمكن أن يبقى نص نهار ولوسوسة في الحقيقة تؤدي إلى انقطاع قطعا إنسان إذا أصابه ولوسوسة ساتك مرض ولذا كلا نذهب به إلى ذلك فلنعالجه ونقول له ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ججلة ثلاثة إذا كان مستنكح نقوله دائما بالأعلى أربعة ثلاثة باش نخرجوه من الواء وتمعالما يرجع هذا هو من بعد تبع حسابه في الأيام الأخرى لأن هذه هذه قاعدة قاعدة اليقين إذا كانت الدمة وعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين واليقين رحنا فيه هناك قواعد أخرى في كل المعاملات أو كل العقود التي تنتهي إلى الاختصام فإن الشرع لا يأذن بها أي ما من بيوع أو عقود تنتهي إلى الخصومة فالشرع ينهى مثلا أي حاجة بيع الطعام مثلا أو الثمر قبل بدو صلاحه لماذا منع الشرع أن منع بيع الثمر قبل بدو لأنها يعتريها شيء تصيبها جوائح وحين إذن لا بد أن تبدأ الخصومة وبأن هذا قلوا في المشا وليفلوسي وقلوا لا فلذلك دائما ننتظر عبدو صلاح ثمر يكون الأمر لأن ثمر تبيعها وهي في بداية الأمر الزهرة وردى وتبيع حانته وتأتي عليه بحال مثل ثلاث سنة يجب جوائح ويجب كذا ما كان الناس يؤملونه ولم يحس فكثير من الثمر الآن لم تدرك لذلك وإذا كان سبقت بيو تكون إفلاس هناك من يشتري بإثمينة كبيرة جدا مجرد الأشياء تكون تزيروا فيشتري الناس مثلا حبوب الثمر الزيتون ولا كذا ولا ولا فواكه البرتقال ولكن بعد ذلك تأتي هذه المفاجآت فيقع الخصومات أو يقع الإفلاس وكان شي واحد يكون شراء قعب بكشي كل شي خلصه ومباشرة غدا يقول هو يطلب غدا يبقى في السوق لذلك كل هذه الأشياء التي تنتهي الإفلاس إلى الخصومة فإن الشراء لا يأدن بها وكل هذه قاعدة وكل غرر لا يمكن تفاديه فالشرحوا يسمحوا به أي نحن لا دائما نشترط عدم الغرر ولكن هناك غرر ملازم للأشياء لا الشرحوا يسمحوا به مثلا أنت تشتري دارا منزلا وتحاول أنك تعرف كذا ولكن باقي فيها الغرر ما هو عمق الأساسات مثلا لا تستطيعون تعرف ذلك هناك تشتري بعض المرة ثمار تشتري واحد بالطيخة كبيرة باعوا هالك وتد ديات جبرها صام طمام هذا غرر ما عندها لي كامل لا نقول بأنها تبيع حرام لأنه لا يمكن تفاديه وهكذا بالطبيعة كذلك بالنسبة ل بعض الأشيالة التي تقوم مثلا الحمام واحد يدخل الحمام واحد يدخل يخرج واحد يدخل وقتما ساعتين بشي بحال بحال كم يستهلكوا هذا من الماء وكم يستهلكوا ذا على طريقتنا ما بالنسبة للمؤسسات خلال الآن سمعت كل شي منضبوط بالساعة على كل الغرر دائما موجود نوع من الغرر الغرر الذي يمكن تفاديه يزول والذي لا يمكن تفاديه لأنه ملازم فهذا الشرع يسمح به لأن الشرع لا يعنيت الناس وهكذا فهناك قواعد متعددة في هذا الجانب وهو الجانب الفقه هذه القواعد كنت ممكن أسرد مجموعة كبيرة فقط أحيلكم على كتب القواعد وأنبهكم إلى ضرورة النظر فيها وإلى قراءتها لأنها جامعة وحاصرة وتساعد الإنسان على ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة